هل تتدحرج كرة الثلج شيئا فشيئا وتخرج في لحظة معا السيطرة بدأنا بغريس وان في جبل طارق الان ناقلة بريطانية تحتجزها ايران الى اين ستصل حرب احتجاز الناقلات طبعا كلامك صحيح هناك كرة ملتهبة تتدحرج والجميع يشعر بانه يجب وقف هذه الكرة لكن كلها تأتي عبر ما اسمي حسابات خاطئة كما ذكرتم في تقديركم ان ايران فهمت الرسائل بطريقة ما واستطاعت ان تصاعد على اعتبار ان لا حربا قد تنشن بينها وبين بريطانيا او مع امريكا لكن هذه حسابات خاطئة لان هذا التصور بذاته هو الذي سيدفع الى الحرب دعني اقول لك ان ايران اقدمت على عمل ليس بداعي التهور انما بعد دراسة صحيحة اولا عرفت طهران ان بريطانيا لن تفرج عن الباخرة لانه كان هناك اتفاق بين وزير خارجية الايراني ووزير خارجية بريطاني على ان الباخرة جريس المحتجز لدى السلطات جبل طارق سيفرج عنها شرط كما قلتم في تغييركم ان نتذهب الى سوريا لكن قبل ساعات من عمل القرصنة الايرانية لقارب بريطاني لناقلة بريطانية اصدرت سلطات جبروتا قرارا بتمديد الاحتجاز الى 30 يوما هنا فهم الايرانيون ان هذا تحدي ايراني وضغط اقتصادي ان ايمي معنى اخر ان بريطانيا تساهم في الضغط الاقتصادي عليها بينما تدعي بالوقت زوته انها مع الاوروبيين من اجل تخفيف هذا الضغط ولذلك قاموا بهذا العمل على امل ان يعطوا بريطانيا رسالة لكن الرد البريطاني هو قوي جدا حقيقة ولان بريطاني تعرف ان هناك رئيس وزراء قادم جديد هو بورج جانسون على اكثر احتمال ورئيسة الوزراء هي التي ستخرج وبالتالي لن يستطيعوا اتخاذ قرار حرب في هذه المرحلة الانترقالية لذلك قاموا بهذه الخطوة لكن هذه مبنية على حسابات قد لا تكون صحيحة في النهاية اشتركوا في القناة